يعاني على المعمول لما يكون معمول صح ريحة ولا أروع من هيك الطعمة خيالية في الغربة باشتاء للكعاكو المعمول الي بعمله فوق العشرين سنة وهلأ وصلت لأطيب طريقة فيكن تعملوا فيه المعمول على أصوله بيدوب بالتم وما في اسكا من هيك خلينا أورجيكم كيف خلينا نبدأ بوعدكم إذا تقيدتوا بكل المقادير وبكل التعليمات رح تحصلوا على أطيب معمول رح نبدأ بإضافة أربع أكواب من الفارينا اللي هو السميد خشن شوي وكوبين من السيمولينا اللي هو السميد الناعم خلط نوعين السميد مع بعض رح يعطيكم عجينة سهلة كتير للشغل وقوام رائع للمعمول بخلط المواد الجافة مع بعض وبضيف ربع كوب من زيت الزيتون وكوبين من الزبدة بدوب الزبدة وبحاول بس استخلص الزبدة الصافية والحليب السائل اللي رح يترسب بالقاع مش رح استعمله إطلاقاً فبإمكانكم تدوبوا كوبين ونص من الزبدة عشان تحصلوا على كوبين صافيين من الزبدة شي كتير مهم إنكم تضيفوا الزبدة وهي دافية مش وهي سخنة أو درجة حرارة الغرفة الزبدة اللي لازم نستعملها زبدة غير مملحة وكتير مهم نستعمل زبدة طعمتها كتير طيبة عم بستعمل زبدة أوروبية كتير محرز المعمول إنكم تستعملوا قطيب زبدة فيكم تلاقوها بالسوق ورح أخلط الخليط لمدة دقيقة أو دقيقتين لحد ما يمتزج الخليط مع بعض كتير منيح ورح أغطي وأتركه لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة بفضل ليلة كاملة وإذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد تاني يوم بدي أشتغل على الحشوات وبإمكانكم تشتغلوا على الحشوات أول يوم وتحضروهن لتاني يوم والحشوة المفضلة للجميع هي حشوة العجوة بس بدنا ننكهها ونضيف لقلها زيت الزيتون عشان تصير طرية وكتير طيبة جوا المعمول منضيف معلقة صغيرة من القرفة شوية جوزت الطيب وزيت الزيتون ومنخلط كتير منيح وبحب أذكركم إنه كل المكونات وكل المقادير موجودة في صندوق الوسط فاتأكدوا منها أنا عم بعمل الكمية الأكبر عجوة لأنه مثل ما قلت لكم عندي بالبيت كتير بحبوها رح أشكل العجوة بهالطريقة عشكل أصابع طويلة سدقوني من أسكل أكلات اللي فيكم تعملوهم لعيدكم ولحبايبكم ورحة البيت رح تكون كتير كتير طيبة هي هذه رحة العيد سدقوني رح أعمل كمية كوب واحد من الجوز رح أفرمه وفرم وسط بإمكانكم تفرموه ناعم هذا برجعلكم لإلكم رح أضيف معلقة صغيرة من القرفة ونص معلقة من جوزت الطيب معلقتين من ماء الورد ومعلقتين من السكر وبحرك كتير منيح وآخر حشوة هي حشوة الفستق كوب واحد من الفستق ومعلقتين من ماء الورد ومعلقتين من السكر وهذا هو هيك الحشوات صارت جاهزة وهلأ بدي أبدأ أشتغل على العجين لخلط العجين رح أحتاج معلقة صغيرة خميرة فورية ومعلقة صغيرة سكر دأ أضيف لهم كوب من الماء الدافئة بخلطهم وبتركهم لمدة دقايق واللي رح يعطي للعجينة طعمة وريحة رائعة هو ماء الزهر اللي رح أضيفه بكمية كبيرة للعجينة رح أبدأ بإضافة نصف كوب من ماء الزهر كمان رح أبدأ بإضافة ماء الخميرة بالتدريج لحتى تتماسك العجينة وتصير كتير سهلة للعمل والتشكيل أنا أحتاجت لإضافة كوب كامل من الماء عشان تتماسك العجينة لكن هذا كله بعتمد على نوع السميد وحرارة الغرفة وكتير عوامل تانية كل اللي بتكون يا تتشكل معكم عجينة سهلة العمل رح أشتغل على العجينة بكميات قليلة وأغطي الباقي مثل ما قلت لكم يمكن نحتاج شوية سوائل أكتر فبضيف يا ماء زهر يا ماء عادي هاي هي الطريقة اللي بدي أشكل فيها كعك العجوي بإمكانكم استعمال أولب خاصة للكعكو المعمول بس أنا رح أستعمل طريقة التنقيش بحب منظر الكعك لما يكون منقش بملائط خاصة مثل هدول فيكن تتفننوا قد ما بدكن وتزينوهن بالطريقة اللي بتحبوها رح أورجيكم طريقة بسيطة لتنقيش الكعك وهيك طريقة عمل الجوز بعملها بشكل دائري وبضيف كمية وفيرة من الحشوة وهي الطريقة لتنقيش معمول الجوز رح أورجيكم طريقة تانية لتنقيش الجوز طريقة دائرية كأنه منرسم وردة أو مننقش وردة الفستو الحلبي رح أعطيهن شكل مطاول متل شكل الكبة قريبة على شكل الكبة ورح نقشهن بهاي الطريقة عشان نقدر نميز بين الفستو والجوز خليني أورجيكم كمان حبتين وبعدها ننتقل لطريقة الخبز لما تخلصوا مقدار صنية أو صنيتين من نبدأ بالخبز الخبز على حرارة 196 مئوية رح تخبزوهن حوالي 15 ل 20 دقيقة أو لحتى يبدأ شوية لون يبين على المعمول يدوب شوية لون ما بدنا يهون يتحمروا كتير صدقوني ريحة البيت رح تكون غير شيء ورح تنبسطوا بالنتيجة جربوا هالوصفة وقولولي كيف تلعت معاكم للتخزين درجة حرارة الغرفة ممتازة لتخزين الكعك والمعمول تأكدوا أنه نكونوا مغطيين منيح وللتقديم فش أسكى من السكر الناعم على وجه الكعك والمعمول هيك منكون وصلنا لنهاية الوصفة وكل عام وإنتوا بألف خير اشتركوا في القناة